اهلا بكم متابعين ومتابعي تلفزيوني اليوم السابع في كل مكان كما تشاهدون في الصورة امامكم سماء مدينة الغردقة يعني وظاهرة البرق وتجددت مرة اخرى سقوط الامطار باقل احدية من التي تشهدتها عصر اليوم حيث تشهد مدينة الغردقة اليوم تقصي سيء تماما مختلف تماما عن امس اليوم شهدت مدينة الغردقة سقوط امطار غزيرة على جميع انحاء مدينة الغردقة في الساعات الاولى من مساء اليوم وتحديدا عصر اليوم واليوم تشهد تجددت منذ قليل الامطار سرعا ما توقفت مرة اخرى وعادت بشكل خفيف الا انها تشهد تشهد سماء مدينة الغردقة كما تشاهدون في الصورة ظاهرة البرق بصورة كبيرة جدا وهناك يعني اه اه اجراءات يعني تقوم بها محافظة البحر الاحمر لتوخي الحزر بعد تعرض المدينة لامطار غزيرة وسلوك تسببت في غرق اه بعض شوارع المدينة بشكل كبير جدا كما تشاهدون في الصورة مرة اخرى ظاهرة البرق تظهر بصورة كبيرة جدا في اه سماء مدينة الغردقة بعد اه امطار رعضية وامطار اه وامطار غزيرة شهدتها منذ عصر اليوم واستمرت تقريبا لمدة نصف ساعة تسببت فيها في غرق عدد من شوارع مدينة الغردقة بتصورة كبيرة جدا منها شارع الشرطن وشارع النصر وقامت شركة مياه الشربة بتدفع بسيارات اه شفط المياه ليرفع المياه وتسيير حركة المرور في الشوارع المختلفة واكدت اه محافظة البحر الاحمر على ساقين في المدن اه في الشوارع الخارجية بتوخي الحزر واكدت ان جميع مدن ان جميع طرق البحر الحمر مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية وكما تشاهدون يعني في الصورة زهرة البرق تزهر بصورة كبيرة جدا في مدينة الغردقة الا ان آآ مدن المحافظة الاخرى تشهد حالة من استقرار في الطقس يعني مدن جنوب المحافظة تشهد حالة من الاستقرار في حالة الطقس الى المدن الشمالية سفادة شهدت اليوم امطار متوسطة توصلت الى يعني الغزيرة ما بين متوسطة وغزيرة ومدينة الغردقة شهدت للمدة نصف ساعة سقوط سلوك سلج وسقوط امطار غزيرة جدا تسببت في غرق شوارع المدينة وتراكم المياه في عدد مناطق كبيرة جدا في المحافظة حزرت كانت هيئة الارصاد الجوية حزرت آآ وارسلت آآ يعني آآ خطاب لمحافظة البحر الاحمر واعلنت ادارة الازمات في محافظة البحر الاحمر ان يسود المحافظة طقس سيء منذ يوم الخميس حتى الاحد المقبل غدا آآ وبدأت الانطار اليوم السبت بصورة كبيرة جدا الا ان امس اول امس كانت تشهد يعني سماء مدينة الغردقة غيوم آآ كانت ملبدة بالغيوم وكانت هناك انخفاض ربما يكون منحوص في درجة الحرارة وفي حالة هدوث البحر الا ان اليوم وتحديدا منذ بداية عصر اليوم بدأت في الانطار الخفيفة في مدينة السفاجة ثم انتقلت الى مدينة الغردقة بصورة كبيرة جدا وادت الى غرق جميع شوارع آآ مدينة الغردقة بشكل كبير جدا حيث ان آآ يعني شهدت اغلب المدن اغلب الشوارع في الغردقة تراكم كميات كبيرة من المياه منها قامت آآ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بسيارات وفرق لشفط المياه المتركمة في الشوارع المختلفة وحزرت هيئة وهزرت محافظة البحر الحمر الساقين على طرق الخارجية بتوخي الحزر واكدت ان جميع الطرق مفتوحة الا ان هناك يعني سقوط امطار في مناطق متفرقة على المدن على المناطق الخارجية خاصة الجبلية وكما تسمعون في اللايف وتشاهدون الآن زهرتين بارق والرعد تعمل يعني آآ ظاهرة بشكل كبير جدا في مدينة الغردقة وهناك تخوف من آآ يعني آآ تراكم المياه وسقوطها على شكل السيول الى المدينة الا ان هناك آآ استعدادات كبيرة جدا قد تكون يعني آآ تقوم المشروعات القومية لمواجهة السيول آآ تحجب كميات المياه التي آآ تصل الى المدينة وتتراكم في او تتجمع في بحيرات المشروعات السيولة التي تم انشائها في جميع مدن محافظة البحر الاحمر. ما زالت هناك سقوط امطار خفيفة الا انها كانت في عصر اليوم سقوط الامطار آآ بشكل كبير جدا في آآ جميع مدن آآ في مدينتي سفاقة والغردقة ولم تشهد مدينة راس غارب ومدن آآ القنوب اي امطار اليوم. متابعين متابعي تلفزيون اليوم السابع نقلنا لكم تذجد هضول الامطار كبيرة جدا آآ بتصهر في مدينة الغردقة وكما تشاهدون في الصورة ما زالت هناك ظاهرة البرق والرعد في مدينة الغردقة تصهر بشورة كبيرة جدا بنشكر يا عماد عرفة مدير مكتب جريدة اليوم السابع في محافظة البنينة.